جيفري لانج هذا الأمريكي المعروف أستاذ الرياضيات عندما اعتنق الإسلام وذهب لأداء فريضة الحج قال أديت الفريضة الحج بفتور شديد وسئلت آلاف المرات والناس الذين يسألونني فرحين جدا هل أنت أمريكي هل أنت أسلمت ما سبب إسلامك لم أشعر بأي شيء حتى انتهى من الفريضة وهو عائد في مطار جدة قابله عامل بنجلاديشي بسيط جدا فقال له من أنت وقال أجبته على نفس الأسئلة بملل وفتور شديد لم أشعر بأي شيء في المناسك معقول لم يشعر بتلك العبادات بتلك الرحاليات الموجودة أتعرف لماذا لأنه حجة بالصورة التي تحافظ على الشكل التي تحافظ على المظهر في هذا الوقت لابد أن أكون هنا لابد أن أحرم من هنا أقول هذه الأدعية هنا أتحلل الآن انتهت المناسك إلى آخره مثل الجيل الأول الذي تحدث عنه قبل قليل لم يكن هناك من لفت نظره إلى المعنى نظر كل من يتوجه إلى أداء فريدة الحجة أو سنة العمرة أن يجمع بين الأمرين الظاهر والباطن الشكل والجوهر الظاهر هو النسك والحركات أن تؤدي العبادة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا وانقيادا لكن عليك أن تسأل والسؤال مشروع ومهم جدا أن تسأل لماذا لماذا ضع أمام كل نسك من المناسك لماذا شرع الله سبحانه وتعالى له هذا النسك أكمل لك قبل أن أنسى ماذا فعل جيفري لنك مع هذا البنجلاديسي أول ما قلت له أن أمريكي جئت من أمريكا لو أدي فريدة الحج قال رأيته يأخذ جانبا ويجهش بالبكاء قال له لماذا تبكي قال لولا دعوة أبينا إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ما كان ليه أنا وأنا البنجلاديسي أن ألتقي بك وأراك هنا وأنت الأمريكي الذي اهتنقت الإسلام فجئت إلى هنا يا سلام معاني عظمى قال الآن أدركت المعنى وكأنه فسر الآية بالفعل بالتفكر باللقاء الذي جربناه نعم أتدري ماذا قال جيفري لانج هنا قال علي أن أعود إلى الحج من جديد حتى أحج وأنا أعيش هذا المعنى ترجمة نانسي قنقر